اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصححوا اخطائي واعللوا بالقاعدة الاملائية المدروسة اذا لدينا الخطأ تصحيح القاعدة الضابطة اذا بحالة السؤال دا عطلنا مثلا شي خطأ شائع ونضروا تصحيح دياله ونضروا كذلك القاعدة اللي كتضبطه بحالة مثلا التي التي كتنطق بجوز ديال اللامات التي ولكن تصحيح دياله كتكتب لام واحدة بحالك التي القاعدة الضابطة لا تكتب الالف في اسم الاشارة دي القاعدة لا تكتب الالف في اسم الاشارة اشارتي مثلا هؤلاء 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 هذا الالف ديما كان نطقه ولكن كيف تصحيح دياله هو هذا كتكتب حالك بدون الالف هؤلاء قاعدة الضابطة لا تكتب الالف في اسم الاشارة كذلك لا تكتب الالف في اسم الاشارة اذا وهكذا ندوزو السؤال ثاني عفوا املأ الجدولة باسم الاشارة المناسب اذا ندر واحد الاسماء الاشارة يكون المفرد المذكر مفرد مؤنج اسم اشارة مثنى مذكر اسم اشارة مثنى مؤنج واسم اشارة الجامعة المفرد المذكر هذا 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 المفرد المؤنج هذه 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 مثنى المذكر هذاني هذاني مثنى المؤنج هاتاني هاتاني وبالنسبة للجامعة هؤلاء هؤلاء اذا قلنا المفرد المذكر هذا المفرد المؤنث هذه المثنى المذكر هذاني المثنى المؤنث هاتاني استسمح هاتاني وبالنسبة للجامعة هؤلاء دوزو السؤال الثالث عندنا في السؤال الثالث أملأ الجدول بالاسم الموصول المناسب هذان هنا هاتاني هاتاني الاسماء الموصول هاتاني المفرد المذكر لالاسم الموصول هاتاني المفرد المؤنث لالاسم الموصول هاتاني المثنى المذكر لالاسم الموصول وهااتاني المثنى المؤنش لالاسم الموصول كذلك وهااتاني الجامع الذكور وجامع الإينة. بالخصوص للمفرد المذكر الذي هو موصول المفرد المؤنث التي بالنسبة للمثنى المؤنث اللتاني الجمع الدكور عندنا الذين وجمع وعفونا عندنا هنا هي جمع المؤنث ليس الجمع المثنى المذكر المثنى المذكر اللذاني ليس اللتاني ضغط ضغط اللذاني وعندنا المثنى المؤنث اللتاني وعندنا جمع الذكور اللذين بالنسبة للموصول الذي عنده علاقة بجمع الإينات اللاتي واللائي اللاتي واللائي إذن بخصوص المفرد المذكر قلنا اللذين المفرد المؤنث التي المثنى المذكر اللذاني المثنى المؤنث اللتاني جمع الذكور الذين وجمع الإينات اللاتي واللائي اللاتي إذن أراجع منتجي في التعبير الكتابي ومشروعي الوحدة باعتماد طريقة الكتاب المفتوح كالتالي أستعين بالقواعد الإمنائية في كتابي وأتحقق من مدى احترامي لها فيما كتبت من منتج إذن أكتبوا تعليق حول المنصق على هذا المنصق إذن الصورة هذه هي عندها علاقة بالمناخ بالضبط قمة كوب 22 اللي تقامت في مراكش سنة 2016 اللي دراسلت حالة المناخ في العالم قمة تقامت زعمت دارت عن طريق الأمم المتحدة إذن نعلقوا على هذه الصورة هذه قد نقوله الصورة لملصق يهتم لملصق يهتم بالمناخ وهو لقمة كوب 22 قدي كوب 22 حول نديرها لكم كبيرة سي أو بي 22 كتسمة كوب 22 التي وقيمة هون وقيمة في مراكش سنة 2016 لدراسة حالة المناخ في العالم إذن قرنا الصورة لملصق يهتم بالمناخ وهو لقمة عفوا الصورة لملصق يهتم بالمناخ وهو لقمة كوب 22 التي أقيمت في مراكش سنة 2016 لدراسة حالة المناخ في العالم من هذا كتعليق الصورة لملصقي يهتم بالمناخ وهو لقمة كوب 22 كوب ذن د معروف هو بكوب ذن د التي أقيمت في مراكش سنة 2016 لدراسة حالة المناخ في العالم والقمة هذه الدار تقنى من طرف الأمم المتحدة إذن أعزائي الكرام أعزائي الكريمات كان هذا هو الفيديو دي اليوم تصفية الصعوبات الإملائية صفحة 150 من كتاب اللغة العربية كتابي في اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي تمنى أنكم تكونوا استفتماعنا في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلام اشتركوا في القناة